هناك نقطة أخرى مهمة يعني لما سيدة حنون أيضا في اليسار وتنشط معروف توجه انتحا هناك أيضا مرأتين يجب أن نخذهم في الحسبان في هذا الجو وسيدة خليدة تومي وسيدة بيطات يعني زهرة دريف بيطات اللي كانت صديقة لسيدة حنون وصديقة لزهرة دريف بيطات وأيضا يعني حتى خليدة كانت توجهها يساري وبالتالي وسائد بوتفلق أيضا كان نقابي وكانت توجهه يساري وبالتالي ربما حتى الأمور الإيديولوجية كانت تجمعها يعني يبدو لي أن العلاقة مقديمة ولكن اللي يهمني احنا في النقطة هذه هو هذا الكم من الاتصالات في هذا الظرف الحساس يعني في 14 يعني 14 لما تشوف 284 اتصال يعني مش